في أطفال كده لما بنشوفهم بنلاقي عندهم دايما زكاء كبير جدا دي بتكون موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى أن الطفل يكون مميز عن غيره في الفهم والإدراك يعني كل الأطفال مميزين في حاجات مختلفة لكن ساعات كثيرة بيبقى في أطفال بنقول عليه ده زكي قوي ده أسكى مثلا واحد في الكلاس طاعه أو في الفاصل بتاعه لكن إزاي قدر أن أنا أستخدم وأستغل لهذا الزكاء في عملية التنمية لو ابني بيحب مثلا الاختراع أو بيحب أن هو يعود يلعب بحاجات ويكون منها حاجة جديدة إزاي قدر أساعده على ده من غير ما بقى أنه بأزي أو يعني ببوش كده على حاجة أن هو بيعمل حاجة أكبر من سنه مثلا يشاز صحية بسانت دي كلها أسئلة طبعا ومهمة جدا أولياء الأمور بيسألوها دايما هيجاوبنا عليها ضفنا اللي منورنا في الأستوديو الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير فانت في البداية زي الأب والأم يعرفوا أن ابنهم زاكي أصلا بس يا فندم القدرات العقلية دي بتباني في التصرفات في ردود في الأفعال بتاعته فإحنا بالتالي بنقدر نلمحها بس بساعات ما نبناش فهمنا يعني جات من قيمة مثلا 12 سنة كده يوم بعض الزملاء نزلوا وعملوا مسح لبعض المدارس اختبارات نفسية وقدرات عقلية لبعض الطلبة كانت محاولة ذاتية هم عملوها لما ابتدوا يعملوا في منطقة معينة طلعوا كمية أطفال جينيس اختبارات الزكاة بتاعتهم كانت معدية المية وعشرين الايكيو يعني الايكيو بتاعهم كان فوق المية وعشرين احنا بنقول الطبيعة دايما من تسعين لمية وعشرة ده كلنا تقريبا طبعا القدرات العقلية الأقل بيبقى أقل من تسعين لكن فوق المية وعشرة ده أليل لتتخالج كامل يلقوا فوق المية وعشرين أطفال مصريين من بيئة مصرية من سوية اجتماعية متباينة وابتدينا ناخد الولاد دول لما ابتدوا يركزوا معهم في ماس منهم النهاردة الله هو أكبر يعني دخلوا جامعات بره وده النقطة اللي احنا يعني عايزين نركز عليها الناس دي صاروا قوميا يعني احنا دايما بنقول زيادة سكانية قد تكون نقمة ولكن لو احنا نستغلينا الأطفال دي صح من البداية هيكونوا نعمة كبيرة جدا للبلد ان دول رسمال لأهلهم وللدولة خلينا نتكلم من الأول بقى خالص هل أصلا في حاجة اسمها طفل زكي وطفل مش زكي ولا فيه طفل زكي وفيه طفل معهوب في حتة تانية فيه طفل عنده قدرات رياضية ممكن ما تبقاش وجسدية وبطنية ما تبقاش عند غيره هل النهاردة أنا بصنى في الأطفال دول على الأساس ايه؟ بس يا فنة القدرات العقلية بتاعت أي إنسان فينا هي اللي هو الاي كيو اللي حضرتك زكرتين ده بيزبط عن سن 14 سنة خلاص بيزبط يعني بيزبط خلاص يعني أنا لغاية 14 سنة الاي كيو بتاعي وأنا النهاردة بعدها 46 سنة ما زال هو خلاص بيزبط بعد كده خبرات بتباني القدرات العقلية احنا دايما بنقول الشخصية بتاعت أي طفل بتيجي من الوراثة تربية ثم الخبرات الحياتية الخبرات دي حاجات بتزودي بيها خدراتك العقلية ولكن القدرة العقلية دي القدرة على إن أنا أتجاوز بعض الاختبارات أو بعض الصعابات بقدراتي أنا الشخصية بالتفكير السنكينج بتاعي في واحد يبقى عنده عالي في واحد عنده طبيعي في واحد أقل فإحنا لما بنعمل للاختبارات النفسية هي اختبار ثابت بتحط المية الطفل بتلقي فيه النسبة منهم لا بيتجاوزوا في الاختبار نسبة عالية جدا هذه النسبة العالية دي قدراته هو كده طب تبقى عبارة عن إيه الاختبارات زي الاختبارات دي فيه اختبارات اللي هي ثابتة أسئلة يعني بتستعليه في بعض مثلا صورة زي اللي وراء حضرتك طلع لي منها كذا شوف لي فيها كذا فيه طفل سبحان الله يقول لك قد فيه بص فيه مبنى مش عقل فيه وفيه مبنى إيه وطلعت أربع مباني كذا وفيه صورة كذا وفيه لما ركب بازل يركبولك فيه قوة ملحظة قوة عنده قدرات دي ربنا سبحانه وتعاله بعد اللي 14 سنة دي خبرات انت بتزوديه انت تقدر المهدي زمان كنا لما بيجينا طفل أنا أسف قدراته العقلية ولا يلا والأهل بيبوز علانين وميدايين بنتنا ابننا كنا بنيدي النهاردة فيه أدوية متاحة لنا بتساعدها اه مش هلجعوا مية في المية ولكن على الأقل بقول لهم هضمن لكم ان الولد ده او البنت هتدخل الجامعة و هتتخرج وكل حاجة اه مش بنفس المستوى بتاع الطفل العادي ولكن هيتضر يتعايش مع المجتمع بتاعه وانتوا تساعدوني انا هتديكم عندي العلاجات اللي تساعدني موجودة دلوية المتاحة في سوق المصر بس انتوا تساعدوني انه لازم نعوده على حاجات كتير هنا دي اسمها الخبرات طيب احنا هنتكلم عن الدعم اللي ممكن يقدمه الأهالي لأولادهم لو لقوا عندهم هذا الزكاء لكنو حضر جلوتي بتتكلم بتقول انه انا ممكن اقيس زكاء الطفل من خلال صورة اقول له وشايف طلع لي منها ما عرفش ايه طلع لي منها مبنى طلع لي منها الكلام ده كله هل عامل السرعة بيفرق؟ طبعا القدرة على الاختيار الدقيقة السريع دي بيديك مدى الزكاء والانتباه اللي عنده العالي في واحد تاني لا بيبقى مشتت في واحد بيبقى زكي بيبقى عنده الزكاء عالي بس مشتت يعني هيبصر السرعة بس ديها مش قادر يكمل هينتشاقل في حاجة تانية ده بتاع الـ ADHD في واحد تاني لا قدراته العقلية ضعيفة مش قادر يكمل طب هل انا كأب مثلا اقدر اعرف قدرات ابن العقلية ولا لازم يكون موجود مثلا يخضع الاختبار زي ما حضرتك بتقول بس يا فندم انا كأب بشوفها ملامح بقول الولد ده شكله كده الله هو اكبر اعلم من انا كان عندي ولاد اخت كل واحدة فندم بيشوف ولاده لا هم دايما مش شايفين ولادهم مرد اكبر حد يعني دايما الاب بالذات بينكر دائما وجود مرد وراحبتها نفسية طبعا كأب او عشان مش عايز يشغل زيه انه غير الام اللي هي يعني دايما اللي هي ملاصقة لطفلها فهي اللي بتلبها ملحظة لكن الاب بيرحظ على الولد ردود مش بتاعت سنه افعال مش بتاعت سنه احيانا في الناس واناك ده شقاوة لأمع مش شقاوة ده قدرات في فرق ما بين القدرات وما بين الأفعال المرضية احنا النهاردة بتاع انا اسف بتاع التوحدية اللي هي الزتوية فيه اطفال من التوحدين ده بتبع عندهم قدرات عالية جدا في اتجاه معين في الماس في اللغات يعني مثلا فيه طفلة تلاها مجرد ما بتتابع مسلسلات التلفزيون بتكلمت باللغة الانجليزية مثلا فلوينت زي اهل مثلا باللغة الامريكية او باللغة باللغة الانجليزية او باللغة الامريكية وهي ما شافتش انجلترا واهلها ناس بسطاء جدا لقدر التلقط دي وتمشي بيها فيه ناس عندهم حاجة اسمها فوتومايند فوتومايند ده يعني انت مسك اللاب هو بس في اللاب كده وفره كده في الايها يقولك في الصفحة كذا في الصطر كذا في كذا في الصفحة كذا في الصطر كذا في كذا دي خضرات مخ تصويري يعني يصور بمخه الورق ويرجع يديك الاجابات نسبة الاجابة فيها الصحيحة فوتومايند عارف يا دكتور انا عندي يعني مؤمنة كده بحاجة انه كل طفل عنده الحتة بتاعته زي ما حضرتك قلت ممكن يبقى طفل مثلا شاطر اوي في اللغات ممكن طفل شاطر اوي في الماثيماتيكس او الحساب ممكن طفل شاطر اوي في الرياضة فالشاطر في الحساب ما يقدرش يعمل اللي هو المجهود البدني اللي في الرياضة شاطر فيه فيه طفل بيعرف يعزف مواهب وافكار والحاجات ذي كلها لكن الابا والامات دايما بيبقوا عايزين كل حاجة يعايزين ولادهم يبقوا متفوقين بالذات كمان في الدراسة ازاي النهاردة لو انا ابني عنده عشر سنين نحسن هو لسه ضعيف شوية مش مهتمة اوي بالدراسته الايكيو بتاعه لسه مش قوي اوي ازاي يقدر انمي له الايكيو بتاعه يعني احنا دايما منشوف على الانترنت امبروفيور ايكيو او طور من الايكيو بتاعك ازاي يقدر ان انا اعمل ده مع ابني قبل ما يتم الاربعتاشر سنة ويلبس بقى بقية حياته بس عفوا عندنا بس هما ساعتك ذكرت فيه قدرات فيه واحد عنده قدرات مثلا في الرياضة او في الناس او في اللغات او في العلوم لازم هنا احنا لما بنقول لما بنعمل اختبارات القدرات العقلية بطلع دي انا عايز ازود الحتة دي اركز معها انا مش طالب انه كل الاولاد لما يلعبوا يبقوا محمد صلاح مش طالب كل الاولاد لما يبقوا شطار في الساينز يبقوا كلهم مجد يعقوب او زويل ولكن فيه اولاد تقدر تكون كده لو احنا وفرنا لهم الانكانيات ودي المناجد اللي كنا دايما بنناشد بيها الحكومة لازم يبقى عندنا مدرسة على الاقل في كل محافظة للولاد دولوا واحدهم لان وجودهم مع الاطفال اللي عاديين انا بظلمهم وبظلم الاولاد التانيين ودول انا باعتبرهم راس مالية كبلد الولاد دي بتتاخد برا مصر بتتاخد في دول تاني وبتدوم جنسيات تاني ليه وانا ممكن استفيد منهم النهاردة فيه ولد خدراته العقلية انه ممكن ياخده الدكتوراه عمر 12 سنة او 13 سنة او ياخد الباكالوريوس ليه اعادوا ان انا اقول لا قص التعليم عندي الزامي 6 سنين ابتدائي و 3 اعداده و 3 سنوي وبعدين يدخل الجامعة طيب احنا لازم نطلع برا للسندوق الشوية انا الناس دي عندها قدرات انها تتجاوز ازل الاختبارات وهو في سن اقل لما جمعهم في مكان وكان زمان عندنا مدرسهم متفوقين طيب احنا النهاردة لما نعمل مدرسة في كل محافظة عندنا مدرسة متفوقين موجودة ولكن بقول لو عملنا بقى في كل محافظة فصل للناس دي وعملنا اختبارات اللي عايز شايف ولاده عندهم هذه القدرات بييجي وهتعمل له الاختبارات النفسية والقدرات العقلية اللي هنلقاه مناسب هيكمل في هذا الاتجاه وده انا بعتبره رأس مال الدولة المصر الجديدة اللي احنا عايزين بنها لانه هم دول العقول اللي هتساعدنا في تنفيذ اللي احنا عايزين طيب ازاي انا ادعم ابني لو لقيت عنده قدر عالي من الزكاء وفي نفس الوقت ما بقاش بنفره من الحاجة دي من كتر تكثيف الكلام عليها ممكن هو يزهل لانه في شخصيات برضو الاطفال يزهل لما حد يفضل يكلمه عن نفس الحاجة على رغم انه زكي يعني احنا دي بيقول ايه انا ابني زكي بس مشكلته لو يركز شوي فبحاول اضغط في هذا الاتجاه فالولد ينفر من هذا الموضوع من الاول بيشوف هو بقى هو زكي كل الزكي ده لفظة عام مدور دي كده ولكن انا بيشوف هل هو انت هل هو بيعني انا اسف بيسأل نتيجة فيه خلل عضوي في مرض معين هو اللي بيخليه مثلا لو قلنا ايه دي اتش دي فرط الحركة بيخليه اللي تنتباهه بتبعده عن التركيز ده ولا لا هو بيملي طب يملي ليه ما هو لو بيحب حاجة زي ما ساعدتك زكرت في الاول اللي قلتلي فيه ولد بيحب حاجة طب ما انا اساعده ان اجملك فيها هي هنا مشكلة اولياء الامور ايه مدرستك نملى واحد انا معاك مليون في المية بس هو بيحب حاجة تاني معينة موسيقى الى موسيقية بيحب رياضة بيحب كذا طب ما انا نمله دي اقويله دي وممكن يكون زكي فيها جدا جدا وينجح فيها جدا فيبقى عمر خيرت مثلا رقم اتنين ممكن يبقى زكي جدا جدا فيها فيبقى محمد صلاح يعني هي مش مقتصرة بس على فكرة الحسابات او المدرسة فقط عارف يا دكتور فيه كده صورة منتشرة قوية بيعملولها شار دايما دكاترة علم دكاترة النفسين عماتا وهي بيجيبوا دايما مثلا فيه الزرافة ارد سمكة وبيدوم نفس المنهج فهو مش مش هيعرفوا كلهم يتعلموا بنفس الطريقة لان كلنا ما عندناش نفس القدرات الزهنية بسي احنا لو قلنا 90% من الولاد هيقدروا يمشي بالصورة بتاعة الفصل والمدرسة العادية ويمشوا في التعليم اللي هو هماشيين بظاهرة معينة كده قطيعية خلاص كلنا ماشيين مع بعض ولكن انا عندي نسبة تتراوح من 1 ل 10% قدراتهم مختلفة احنا من 1 ل 10% ده لو قدت 2% ومشيتهم بالاسطوب الجديد ان انا امشيهم في الطريقة اللي انت بتقولي عليها الناس بتحب الرياضة عند المدارس الرياضية موجودة الناس اعمل مدارس فنية ليهم اعمل مدارس علمية ليهم ومش هتكلفني احنا دايما لما بنيجي نتكلم التكلفة المادية ما دا مش هيكلفني ان هو قرد المدارس دي موجودة انا بس هعمل تطويل ليها وصيادة الرئيس مش هرفض دا تماما بالعكس هيقيدهم اليوم في المية ان انا الايال دي لما طلحها ايال في الرياضة النهاردة المدارس الرياضية انا عندي كمية من الولاد اللي بيمرسوا الرياضة كلهم بيحبوا الكورة ولكن كام واحد يصلح صحيح انا فيه فرق ان انا احب بس خدرات وانكريات ما تنفعش دا هيمش في المدارسة العادية ولكن اللي هلقاء مميز لا دا انا هساعدك تتميز اكتر ان انا هوفر لك زي المدارس الرياضية العسكرية ما هي بتوفر بس العدد بتاعها اربع مدارس على مستوى الجمهورية برضو اللي بييجوا عليها مش نفس الكم اللي مطلوب فحنا لو عملنا مدارسها في كل محافظة لا دا هتفرق معنا اقتصاديا بعد كده كدير طيب ازاي الصحبة ممكن تأثر على ابني يعني مثلا انا ابني زاكي جدا لكن اصدقائه مش هقول فشلين بقدر ما قدراتهم العقلية ممكن تكون مش في نفس المستوى حقيقي الطفل دا زي الاسفنجة بيشفو طل حواليه النهاردة هو ولد قدراته العقلية عالية وانا طلعت وحطيتهم معناس قدراتهم العقلية عالية هيبى فيه تنفسية بينهم بمباطن فبالتالي هاخد افضل ما عندهم لو قدراتهم العقلية قليلة زي ما انت بتقول خلاص هو هيحس ان دا العادي خليني ماشي بقى في الركاب زي ما هما ماشيين طب مش ممكن هو يأثر على حد قدراته العقلية محظوة في انه يفكر بص اللي يفكر بصورة مش بالصورة الزهنية اللي انت متخيلها هو هيخد هيلقط منه بعد القدرات البسيطة هيلقطها برضه هيشفوطها زي الاسفنجة ولكن مش هيبى زيه بعكس لما تكون حاطت ولاد جينيس مع بعض لا دا بيبا فيه تنفسية بينهم واللي قال دي روح التنافس بينهم هتديني توديني في مكان تاني اعلى علميا او حتى رياضيا النهاردة دا لو ما تشوف ولاد بيلعبوا كورة ما لايكو لها بتقولك احنا حجازنا احنا نلعب هاي كلهم بيعرفوا يلعبوا كويس لكن بالخير دي لو فيه ولاد بيلعبوا كويس اوي في مكان والولاد دي زي ما النهاردة بيعمل الكابيتال اللي هو بيجيب الولاد من على مستوى الجمهورية ما دا مجهود الدولة بتعمله رائع بس في مجال الرياضة احنا عايزينه بقى في مجال العلم وده هيبقى صروة والرياضة برضه هيبقى صروة وفي العلم هيبقى صروة بس دي العقول اللي تقدر تقود انه انت دايما مشكلتك دائما في حتة العقول اللي تقود وبالمناسبة كرة القدم حدك بتتكلم دلوقتي كرة القدم علم دلوقتي بتعتمد برضو على قدر علم من الزكاء يعني ما بقيتش مهارة فقط بص كرة القدم علم نفسية وده دايما احنا بنهملها انت عندك لعيب الكرة ده 40% منه حالة نفسية ما ممكن الحالة النفسية النهاردة صفر اللعب بكل مهاراته وقدراته دي بجيب بمتوقف الحالة النفسية متزنة بتلا الأداء بتاعه عالي جدا بس يكون عنده قدرات وعنده مهارات ده الأساس فالنهاردة انا لما اجيب واحد بقدرات عقلية عالية واعده مع واحد بقدرات عقلية عالية هيبقى الاتنين فيه تنافسية تعلى أكتر لكن لما احطوا مع ناس أقل منه لا هيبقى فيه للأسف ركود هيتأثر بها طب أنا لو لقيت ابني بيحب يخترع يعني بيحب يمسك الحاجات ويطلع منها مثلا اختراع أنا أبقى مبهورة من حاجة زي دي هل لو أنا أهملت ده في ابني بقلل منه أو بجبته فكريا وزهنيا وقدراته يعني ولا ممكن لما يكبر مثلا هو يبتدي يعمل ده الواحده تاني مرة تانية يحاول يعني عايز أعرف دور الأهل في الحتة دي إيه؟ الحتة دي سؤال يعني اللي هو يعني اللي نتكلم حقيقة ما هو ده الواقع اللي احنا فيه إن الآن بتبع عندها قدرات وما بنعرفش مستغلها فبالتالي هي خلاص هيحصل لها ركود فهتنتهي إن انت فترة اللي هي الألمعية بتاعته اللي هي فترة النشاط إيه ما تستغليها إيه ما هتوقفيها لو إنت استغلتيها هتنشطيها هتستفيد منها ومش شرط اللي أنا هدخلهم كلهم هستفيد منهم أنا ممكن لو دخلت مية ممكن أطلع منهم بتمانية أو تسعة يكملوا وتسعين هرجعهم من المدارس العادية ليه الاستغلال الأمثل إن أنا أنشط الجزئية دي لكن مع عدم الاستغلال هتليها هتبدأ تهدى تهدى حتى لما بيدخل سن السنة وبقى وسن الجامعة خلاص أنا أياسف دخل طب دخل إعلام دخل أقصدهم سياسية بس زيه زيه غيره حتة النشاط المبهر توقفت توقفت خلاص حتة الكرياتيفتي إن أنا أطلع أنت أطلع من عندي إبداعية لا بتهدى كتير السن الصغير بتبع عالية جدا كل ما أنا نشاطها هتعلم معي كل ما أنا هديها هتنام معي وتلي بقى ابتدى يدخل في الإطار الطبيعي زي زي أي طفل طيب هل الترفيه مطلوب؟ يعني إحنا دلوقتي بنشجعه وهو مثلا بيحب الاختراعات زي ما كانت بسانت بتقول فكل شوية عمالي يكتشف حاجات يجيب حاجات ويركبها هل أنا مفروض ومطلوب مني إن أنا أقول له يعني سيبي لي في إيدك شوية عشان تفك تعال نخرج إنزل وقت مع أصحابك هي بالنسبة له دي متعة ناخد بالك برضو هنا دي حسب الشخصية في شخصية نسميها شخصيات اكستروفرتد وشخصيات انتروفرتد اكستروفرتد اللي هي عايزة تتعامل مع ناس عايز يتكلم ده ويتكلم مع ده ويروح هنا ويجي هنا دي شخصي فيه انتروفرتد هو انتوائي فبيجد متعته اللي إنت يعني فيه مشهد في فيلم كده لعادي الإمام قال له أنا لقيت أعظم إنسان ممكن أصاحبه أنا اللي هو الدكتور اللي راح له اللي بيعمل الاختراعات في النمر في واحدة بواحدة فيلم واحدة بواحدة فهو بيقولك أنا باجد متعته في الاختراعات دي ده هو الولاد دول يقولك أنا بستمتع وأنا بشترك بيدي أنا بستمتع وأنا ببتكر الراحة بالنسبة لي أن أنا أفصل ساعة ساعتين دي في ناس شايف أن أنا أفصل 24 ساعة وزاكي منصف ساعة في واحد يقولك أنا بجد متعتي أن أنا زاكي بجد متعتي أن أنا أعمل ابتكار دي المتعة بتاعت أنا نميهاله الراحة اللي أنت عايزها بتتكلم عليها دي بالنسبة لي هو أنت بتقطع الحبل بتاعي فهو انا اه هتدي له راحة جسدية انزل للعب شوية انزل اتحرك شوية تعال نخرج شوية ليه عشان اطلعه من حتة الانطوائية لان اخد بالك يعني كنتش عايز اقول الحتة دي بس اطر اقولها الولاد اللي عندهم الكرياتيف تعالية دوبامين عندهم عالي عندنا فيه غرفة في المخ كده اسمها سبسلمس فيها نوقل عصبية منهم نقل عصب اسم الدوبامين بتاع التركيز والانتباه والسعادة الدوبامين ده عندهم اعلى الطبيعي او اعلى من الطبيعي فبالتالي دماغهم شغالة على طول بس الدوبامين ده لو عالي سنة زيادة دخل في الخط الاحمر بتادينا يدخل في مرض نفسي عشان كده دائما فيه مقولة بتادي ما بين العظم وتوجنون ايه؟ شعر الشعر دي هي الدوبامين لو عالي عن الطبيعي دخلنا في مرض عشان كده اغلب العلماء اللي انت كنت بتوفهم في مدار التاريخ اغلبهم كانوا مصنفين مرض نفسيين ولكن كانوا عظماء في المادة الامين فان انا استغل دي بحيث الدوبامين اخد الحد الاقصى بتاعه بس في اللغدر ما يدخلش اللحمة الخالص هطلع منهم بعلماء وعظماء يفيدوا البلد على كل حال كل طفل مميز بطريقته المختلفة فيه طفل ممكن يكون عنده زكاء اجتماعي معين او ستريت سمارت زي ما بيقولوا عليه او فيه طفل ممكن يبقى رياضيا شاطر جدا جدا ويوصل لمداليات ذهبية ومصابقات عالمية وفيه طفل ممكن يبقى شاطر اوي فيه العمليات الحسابية والاختراعات كل الاطفال مميزين بطريقتهم المختلفة لكن النهاردة دكتور جمال فرويز استشارة طب النفسي ادانا كده شوية نصايح ازاي نتعامل مع اطفالنا بالذات يعني عندهم الايكيو عالي منهم كل الشكر لك يا دكتور ونتمنى المشاهدين يكونوا استفدوا من الفقرة دي لانها فعلا فعلا مهمة جدا مهمة اوي ان احنا نركز مع اطفالنا بيحبوا ايه كويسين في ايه ازاي نقدر ننمي ليهم مهاراتهم بازاي المخترعين منهم ازاي يقدروا يفيدوا طبعا نفسهم وبلدهم في المستقبل ان شاء الله بكل شكر لك مرة تانية على وجودك معنا شكرا جزيلا يا فهد